بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المؤسسين مرحبا بكم مرة أخرى دائما في إطار تكمنة المجانية المتعلقة بالجوجي براد سأقترح عليكم في هذه الحصة إن شاء الله طريقة لإنشاء قطعة بصفة ديناميكية لأجل ذلك أولا سنقوم بإظهار هذا الشريط شريط الكتابة بالنسبة للسادة الأساتذة الذين لا يظهروا عندهم يمكنهم فعل ذلك عبر هذه القائمة الذهاب إلى أفيشار ثم اختيار شاندوسيز بعد ذلك سأحتاج إلى نقطتين طرفي القطعة مثلا هنا النقطة الأولى هي النقطة A وهنا النقطة الثانية هي النقطة B سأحتاج إلى زالقة هذه الزالقة هي التي تمكنني من ربط النقطة A بالنقطة B سأذهب إلى Cluxo هنا سأختار بطبيعة الحال الاسم خاص بهذه الزالقة هنا يمكنني أن أدعى الاسم كمقترعة والجوجي براء نوع هذه الزالقة سيكون من النوع نومبغ ليست بزاوية وليس بإعداد صحيح ستا نومبغ القيمة الدنوية التي سيأخذها ستكون هي السفر سأقوم بإدخال العدد السفر القيمة القصوية التي سيأخذها ستكون هي قيمة واحد بالنسبة للانتقال من سفر إلى واحد سيكون بطريقة سليسة سأختار صفر فصلة صفر 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 واحد مثلا حتى تكون الحركة نوعا ما سليسة سأضغط على ستلاحظون بأن هذه الزالقة قام الجوجي براء بإنشائها سنتركها هنا آخر نشاهل المتجابة الآن الذي سنقوم به في هذه الحصة سنقوم بالربط بين النقطتين وكذلك يمكننا استعمال الخيار الثاني باستعمال رسم القطعة وذلك بمعرفة النقطة التي تنطلق منها والطول الخاص بهذه القطعة سأضغط على الخيار الأول لاحظوا معي هنا أولا سنقوم بإدخال أصل هذه القطعة بطبيعة الحال أو النقطة الأولى الطرف الأول سأضغط على A بالنسبة للطرف الثاني لن أكتب B لاحظوا إذا قمت بكتابة B فإنني سأحصل على القطعة قطعة A بطبيعة الحال لكنها قطعة ساكنة ولهذا سأحتاج إلى استدعاء أمر آخر خاص بالجوجب رائلا وهو الإزاحة Translation وهنا سأقوم بإنشاء صورة النقطة A بالإزاحة ذات المتجهة A عندما أدغط على كما تلاحظون عندما أكتب Translation تظهر لي نافذة تحميل هنا بطبيعة الحال جمعة من الخيارات كنت بكتابة فقط TR كما تلاحظون T R A N S وهنا هنا لدينا Translation كذلك هنا Transposed حسب المصفوفات هنا كذلك لدينا Transvection كذلك لدينا Translation وقوى أنه مدعة كامل ت Latin associونا هنا ومدعة شكل المدع decided وقوى أنه بالطبع و reaction هذا الرسال فإن كانوا سورة هذه الأشياء نرغب هذه السابقة ساكينة. لكي تكون هذه القطعة متحركة سنحاول استعمال ذلك التي قمنا بانشائها وبالتالي سنضرب هذه المتجهة المتجهة سنقوم بضربها في هذا العدد الحقيقي ساكتب مباشرة قبل هذا الامر قبل ساكتب ا كما تلاحظون وساقوم باستعمال بطبيعة الحال رمز الجداء ساكتب ا اطوال بعد ذلك ساضغط على خاصة بلوحة المفاتيح. لاحظوا الآن عندما اقوم بتحريك هذه الزالغة. لاحظوا عندما اقوم بتحريك هذه الزالغة. وكأنني اقوم برسم هذه القطعة يدويا باستعمال باسترى وقلم بطبيعة الحال. لاحظوا معي. يمكننا ان نغير بعض الخصائص الخاصة بهذه الزالغة. لاجل ذلك ساضغط على بالزر الايمان للفأرات تظهر هذه النافذة وبدأ ذلك سنذهب الى تظهر لنا نافذة على اليمين. هذه النافذة التي تظهر على اليمين. يمكننا التأشير هنا على كورسر. حتى تظهرنا مجموعة من الخصائص الخاصة بهذه الزالغة. سأقوم بسحبها قليلا الى اليسر حتى تظهر جميع هذه الخصائص. هنا كما تلاحظون سنحصل على السفر الذي قمنا سابقا بادخالها. السفر الواحد الذي قمنا بادخالها. السفر الواحد الذي قمنا بادخاله. كذلك الكيمون. إضافة الى اننا سنحصل على مجموعة من الخصائص الاخرى. مثلا هنا السرعة. كذلك تحكم بسرعة هذه الزالقة. كذلك نريد أن هذه الزالقة تقوم بتكرار. مثلا التغنية هنا ستذهب من سفر الى واحد وتعود من واحد الى السفر. أو نريدها كخوصان تزايدية يعني تنتقل مباشرة من سفر الى واحد. أم نريد هذه كخوصان مثلا هنا أم نريدها تنتقل مرة واحدة بصفة تساعدية يعني من سفر من قيمة واحد. هنا مثلا سأختار كخوصان. نختار خيار الثاني ثم أضغط وأقوم بإغلاق هذه النافذة. سنعود الى شاشة الجيجيبرا هنا ونقوم بالضغط بالزير الأيمن للفأرة. لاحظوا بالزير الأيمن للفأرة ونختار هذه المرة أنيمي. لاحظوا معي ماذا سيحدث. وكأنني أقوم بإنشاء هذه القطعة بطريقة يدوية. لاحظوا وكأنني أربطوا باستمار قلم ومصطراء بين النقطتين أو. وإذا كنتم ترغبون بطبيعة الحال بالمزيد من الفيديوهات الخاصة بجيجيبرا يمكنكم ترك رسالة أسفل هذا الفيديو وسنقوم إن شاء الله في كل حصة بالعمل على هذه التكوينات المجانية. شكرا على المتابعة وإلى فرصة مقبلة بحول الله. شكرا على المتابعة وإلى فرصة بالمزيد من الفيديوهات وإلى فرصة مصطراء من الفيديوهات اشتركوا في القناة